موسيقى تمتلك أفضل قوة بحرية في آسيا أسطولا مكونا من 114 سفينة حربية و45800 فرد من المتطوعين كما يتكون هذا الأسطول من عدد كبير من المدمرات السريعة والقوية وغواصات هجومية حديثة تعمل بالديزل والكهرباء والسفن برمائية يمكنها نقل الدبابات والقوات البرية الأخرى كما يمتلك هذا الأسطول قدرة على استهداف وتدمير غواصات الخصوم واعتراض الأساطر الغازية وإسقاط الصواريخ الباليستية ولكن على الرغم من كل هذه القوة التسليحية فإن هذا القطاع في الواقع ليس قوة بحرية على الإطلاق ولكنه مجموعة مسلحة من الموظفين المدنيين فمن الناحية التقنية تعد قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية قوة دفاع عن النفس مصممة لتجاوز القيود التي فرضها الدستور الياباني على القوات المسلحة بعد خسارة الحرب العالمية الثانية والذي فرضه القائد الأمريكي ماك أرثا ولكن مع ذلك فقوة الدفاع الذاتي البحرية هذه إذا ما نظرنا إلى أسطولها من السفن تعد اليوم أفضل بحرية في آسيا يتكون الأسطول الرئيسي لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية من 46 مدمرة وفرقاطة وهو أكبر من أسطول المملكة المتحدة وفرنسا مجتمعتين ويعد أسطول المدمرات الياباني أسطولا مرافقا صمما للدفاع عن البلاد من أي غزو أو في استعادة الأراضي اليابانية المحتلة والحفاظ على أمن الممرات البحرية وأقوى السفن الحربية اليابانية هي فئة الكونغو كلاس بالمدمرات الصواريخ الموجهة وقد تم تسمية جميع السفن الأربع كونغو وكيريشيما وميوكو والشوكي على اسم البوارج والطرادات التابعة للبحرية اليابانية الإمبراطورية وهي خطوة عادة ما يتم تجنبها من قبل البحرية اليابانية والقطاعات العسكرية الأخرى نظرا للماضي المعروف لليابان في حروبها إباد الحكم الإمبراطوري وما بعده ولكنها أصبحت أكثر شيوعا مع تلاشي ذكر الحرب العالمية الثانية تعتمد المدمرات من فئة كونغو في تصميمها على المدمرات التابعة للسلاح البحرية الأمريكي إيرلي بيرك في الشكل العام والتسليح ومثل فئة البرك فإن قلب السفينة هو نظام Aegis Combat System القادر على تدبع واستهداف التهديدات الجوية في المنطقة كما يوفر نظاما دفاعيا صاروخيا لجميع الأراضي اليابانية تقريبا حيث تكفي مدمرتين مزودتين بنظام القتال Aegis من حماية معظم البلاد سلحت هذه المدمرات في المقام الأول بأنظمة دفاعية حيث زودت بتسعين منصة إطلاق الصواريخ من طراز Mark 41 موزعة على مقدمة السفينة في الجزء الخلفي وتحمل مدمرات الكونغو صواريخ SM-2MR للدفاع الجوي وصواريخ SM-3 Block 1B اعتراضية لاستهداف الصواريخ الفاليستية وسيتم استبدالها قريبا بطرز أحدث من إصدارات Block 2A وتحمل مدمرات أيضا مدفع رئيسي عند عيار 5 بوصات وثمانية صواريخ من نوع هاربون المضادة للسفن وستة أنابي بطربيد مضادة للغواصات ومدفع الرشاش من طراز فالانكس كنظام دفاع قريب من عيار 20 ملي متر كما تعد سفن الجي إيزومو أحد السفن اليابانية القوية في أسطولها البحري فبوزن 27 ألف طن بحمولتها الكاملة وطول يبلغ أكثر من 240 متر تتمتع الإيزومو بمهبط طائرات كامل ومنصة للتحكم في عمليات الطيران ومصاعد للطائرات وحظيرة تمتد على طول السفينة وفي حين أن هذه السفينة تبدو كأنها حاملة طائرات تقليدية تصر اليابان على أن السفينة هي في الواقع هليكوبتر ديسترويا أي مدمرة حاملة لطائرات الهليكوبتر ولا يمكن أن تحمل الإيزومو طائرات مقاتلة ثابتة الجناحين لا يمكنها أن تقلع عموديا أو بإقلاع قصير لكن يمكنها حمل ما يصل إلى 14 طائرة هليكوبتر وتختلف هذه المروحيات ومهامها من الحرب المضادة للغواصات إلى الحرب المضادة للأرغام البحرية إلى مهام من هجوم مختلفة وهذه القدرات تجعل من سفن الإيزومو منصة بحرية مرنة قادرة على تحمل مجموعة متنوعة من المهام وتقوم اليابان حاليا بالعمل على إنتاج فئة جديدة أخرى من سفن الهليكوبتر ديسترويا تعرف بفئة الكاجا كلاس فيعد أسطول الغواصات مكون رئيسيا آخر في قوة الدفاع الذاتي البحري اليابانية إيث تقوم اليابان بالعمل على امتلاك قوة مكونة من 22 غواصة لتوفير منصات عديدة ضد تلام قوة البحرية الصينية وسيتكون الأسطول من فئتين من الغواصات فئة أوياشو الأقدم وفئة السوريو الأحدث والأكثر تطورا وتسليح فغواصات فئة السوريو التي يبلغ وزنها 4200 طن هي أكبر غواصات البحرية اليابانية منذ فئة الغواصات I-400 والتي استخدمتها اليابان في الحرب العالمية الثانية وقد جهزت هذه الفئة بأنظمة الدفع ستيلينغ المستقلة عن الهواء أو ما يعرف بأي Interdependent Propulsion System AIP ونظام الدفع الهادئ هذا يمكن الغواصة من العمل تحت الماء لمدة طويلة تصل إلى إسبوعين دون الحاجة للصعود إلى السطح ويمكنها من الوصول إلى سرعات تصل إلى 20 عقدة تحت الماء أي ما يوازي 37 كيلو متر في الساعة صممت فئة غواصات السوريو بستة أنابيب طوربيد مثبتة في مقدمة الغواصة من عيال 533 ملي متر مع مجموعة من 20 طوربيد موجه ثقيل من طراز تايب 89 وصواليخ سابهاربون أماليكية الصنع كما يمكن لهذه الغواصات أيضا زرع الألغام لسد المضائق المائية الكثيرة التي ستحاول قوة كالصين استخدامها في أي هجوم محتمل على اليابان وأخيرا لدى الياباني ثلاث سفن إنزال برمائية من طرازي أوزومي كلاس وتتشابه هذه السفن مع حاملات الطائرة الصغيرة في مهبط الطيران فقط الذي يبلغ طوله 130 مترا يمتد بطول السفينة ولكن السفن الأوزومي تفتقر إلى مصاعد أو حضيرة طائرات تم تصميم هذه السفن لنقل دبابات قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية بسرعة بين الجزر الرئيسية في اليابان لتعزيز القوات الدفاعية ضد أي غزو برمائي ويمكن أن تحمل سفينة الأوزومي ما يصل إلى 1400 طن من البضائع وأربعة عشر دبابة من طراز تايب تين أو تايب ناينتي وما يصل إلى ألف جندي كما تجهز السفينة بمنصة إنزال خلفية وحوامات إنزال ذات تصميم أمريكي مما يسمح بانطلاق المعدات الثقيلة والجنود من عرض البحر على متن قوارب الإنزال إلى الشواطئ وهذه القدرة بالذات مفيدة بشكل خاص في ضوء استراتيجية الياباني الدفاعية الديناميكية الجديدة والتي تستدعي وجود قوات برمائية قادرة على استعادة الجزر التي استولى عليها عدو افتراضي وعلى الرغم من التطور التقني الياباني في المجال العسكري وانفتاحها مؤخرا على التصنيع والتسليح إلا أن ضعف الياباني يكمن في افتقالها للعمق الاستراتيجي مقارنة بالصين التي تسعى جاهدة إلى توسيع أسطولها البحري المؤلف من حوالي 340 سفينة اليوم إلى أكثر من 600 سفينة حربية خلال العقد القادم وتبقى التكنولوجيا العسكرية الصينية متخلفة عن تلك اليابانية إلا أن الكم والانتشار الواسع للأصول البحرية الصينية في قواعد عديدة قد يعطيها الميزة الأكبر في أي مواجهة مستقبلية مع اليابان خاصة إذا ما خاضت اليابان صداما عسكريا مع الصين دون حلفائها في المنطقة أو خارجها اشتركوا في القناة